بمناسبة يوم 6 اكتوبر وذكرى حرب اكتوبر 73 تعالوا نستعرض 4 خرافات عن الحرب و 4 حقائق فريدة من نوحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد حسني و اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ووربس برنامج وقتصور وور ان بيزنس الحرب والبيزنس حلقة النهاردة هي حلقة خاصة بمناسبة ذكرى حرب اكتوبر 73 وهنتكلم عن 4 خرافات عن الحرب بالاضافة 4 حقائق فريدة من نوحة عن الحرب ولما اقول فريدة من نوحة يعني لا تكرارت قبل 73 ولا تكرارت تاني بعد 73 ونبدأ بالخرافات واول خرافة معنا هي نصر اكتوبر 73 ما كانش نصر حقيقي وفعلي او نقولها بطريقة تانية ان الخرافة بتقول ان مصر لم تنتصر في حرب اكتوبر 73 طبعا دي خرافة وتعالوا نعرف السبب النصر بتقسم لمرحلتين المرحلة اولى انك تنتصر على الظروف اللي بتمنعك من الحرب والمرحلة التانية انك تنتصر على العدو الفعل في الحرب نقولها بطريقة تانية علشان تقدر تحارب عدوك في حرب فعلية لازم تنتصر اولا على الظروف والمعوقات اللي بتمنعك من الحرب في حالة الجيش المصري وبعد نكست 67 كانت الظروف والمعوقات مستحيلة يعني مستحيل ان الجيش المصري كان يقدر يحارب مرة تانية بعد 6 سنين لدرجة ان مشيديان وزير الدفاع الاسرائيلي قال ان مصر ما تقدرش تحارب الا بعد 30 سنة والغطرصة دي ما كانتش من فراغ لان الجيش المصري فعلا كان محتاج اعادة بناء 30 سنة قبل ما يحارب مرة تانية كون الجيش المصري يرجع يحارب مرة تانية بعد 6 سنين من ضمنهم 30 حرب استنزاف ده يعتبر نصر على الظروف المستحيلة لان الجيش المصري ما يقدرش يتعافى من خسائر 67 بسبب تعانوة السوفيت المتعمد بعد 67 السوفيت تعمد ان هما يقللوا امداد الجيش المصري بالاسلحة الحديثة في حين ان اسرائيل قوتها تضخمت بداية من سنة 1968 بعد توضط العلاقات مع امريكا بداية من سنة 68 اصبح مخزون السلاح الامريكي الاحدث تحت رهن اشارة اسرائيل اسرائيل اللي انت بتحاربها في 73 كانت قوتها اضعاف اسرائيل 67 لدرجة ان اسرائيل وصلت مرحلة انها الدولة الوحيدة في العالم اللي عدد الاسلحة فيها اكتر من عدد الافراد اللي بيشغلوا الاسلحة وصلت مرحلة ان الطيرات اكتر من الطيرين وعدد الدبابات اكتر من الافراد اللي بيشغلوها فكونك تنتصر على ظروف المستحيلة ويتواجه عدو متفوق تفوق قاسح ومعاها دعم اقوى دولة في العالم لو دا مش ناصر وما ليبقى ايه الخرافة التانية عن حرب اكتوبر هي ان اسلحة الطيران ما كانش ليه اي دور في الحرب بعد الضربة الجوية الحقيقة ان اسلحة الطيران اتعلم من خبرات 67 وخبرات حرب فيتنام والفكرة هنا ان مهمة صد الطيران الاسرائيلي بقت موكلة بشكل اساسي الى سلاح الدفاع الجوي في حين ان الطيران هستخدم اسلوب حرب العصابات ضد الطيران الاسرائيلي زي ما حصل في حرب فيتنام بالزبط الطيران الفيتنام استخدم نفس اسلوب حرب العصابات ضد طيران الامريكي طب ليه الطيران المصر عمل كده لانه ما يقدرش على المواجهة المباشرة مع الطيران الاسرائيلي بسبب التفوق العددي والنوعي وعلشان تعرفوا مدى التفوق الاسرائيلي في حرب 73 هاعرض عليكم شوية ارقام يوم 5 يوم 67 اسرائيل هاجمت على كل القواعد المصرية باستخدام 180 طيارة يوم 16 اكتوبر 73 اسرائيل هاجمت على قاعدة المنصورة الجوية باستخدام 160 طيارة وده بعد ما تكبدوا خسائر فادحة على مدار 10 ايام كاملة في مواجهة سلاح الدفاع الجوي على قناة السويس يعني في 67 هاجموا على قول القواعد المصرية ب180 طيارة في حين 73 هاجموا على قاعدة واحدة بس ب160 طيارة بس هنتكلم اكتر عن سلاح الطيران والدفاع الجو المصري لما نتكلم عن الحرب الجوية في حرب فيتنام ونكسة 67 ونصر اكتوبر 73 الخرافة الثالثة بتقول ان اسرائيل لو علمت بالعبور حتى لو قبلها ب24 ساعة كانت احبطت العبور وضمرت كل القوات اللي هتعبر والرد هنا هيكون على لسان الفريق سعد الدين الشازلي يوم 5 اكتوبر سنة 73 لما قال انا استطلعت الجابها يوم 5 اكتوبر ولقيت ان اسرائيل ما عملتش اي حال التعبئة هنا قال كلمته الشهيرة حتى لو عرفوا دلوقتي ما يهمنيش انا خلاص حققت عنصر المفاجأة وتكملة اللي نفس الخرافة في الناس بتقول ان الطيران الاسرائيلي لو كان وصل للجابها كان احبط العملية بالكامل والحقيقة ان الطيران الاسرائيلي فعلا وصل للجابها الساعة 4 العصري يوم 6 اكتوبر ولكن تكبت خسائر فادحة بسبب صواريخ الدفاع الجوي لدرجة ان صدر امر ان ممنوع اي طيرا اسرائيلية تقترب من قناة السويس لمسافة 15 كيلو طيب طالما الطيران الاسرائيلي وصل للساعة 4 العصري بقى كده الضربة الجوية فشلت والاجابة هنا ان الضربة الجوية استهدفت المطارات ومركز القيادة في سيناء لكن ما قدرتش تستهدف المطارات اللي موجودة في قلب اسرائيل لان الطيران المصري ما عندوش المدى الكافي ولو الطيران المصري حاول يضرب المطارات في اسرائيل فهتكون رحلة الذهاب بلا عودة وتكملة اللي نفس الخرافة بس الكلام المرادي من ناحية اسرائيل التقارير الغربية والاسرائيلية حاولت تظهر ان اسرائيل عندها علم بالحرب لما قالوا ان جولد مقيل رئيسة وزراء اسرائيل كان عندها علم بالحرب في صباح يوم 6 اكتوبر ولكنها قررت ان اسرائيل ما تهجمش الاول عشان ما تظهرش بمظهر المعتدي والكلام ده لو صحيح كانت اسرائيل اعلنت التعباء في صباح يوم 6 اكتوبر لكن ده ما حصلش اول جرس انظر واعلنت تعباء في اسرائيل بدأ بعد الساعة 2 الظهر يعني بعد ما الحرب بدأت الخرافة الرابعة وهي خرافة غربية بتقول ان خط برليف كان خط دفاع عادي ودي محاولة للتقليل من حجم عملية العبور يوم 6 اكتوبر 73 لكن الحقيقة ان خط برليف هو اقوى خط دفاع البنى في التاريخ الحديث لدرجة ان خط ماجون الفرنسي يعتبر بالنسبة لخط برليف صور مدرسة ابتدائي الالمان سنة 1940 ما هجموش هجوم مباشرة على خط ماجونه وانما التفوا حواليه لحد ما استسلم خط برليف هو الخط الدفاع الاقوى لانه لا يمكن الالتفاف حواليه والطريقة الوحيدة الهجوم عليه هي الهجوم المباشر او الفرونتال اتاك وده اللي وصل اسرائيل الى مرحلة عالية جدا ما يلغط رسا لانه لا يمكن الهجوم على خط برليف الا من خلال هجوم مباشر اللي هو الفرونتال اتاك وبالتالي هيقدروا يرصدوا اي حالة تعبقة مصرية استعدادنا للهجوم وهيضمروها قبل ما الهجوم يبدأ لكن ده ما حصلش وما يدروش يرصدوا التعبقة المصرية وسقط خط برليف ونيجي للجزء الثاني من الحلقة وهي اربع حقائق فريدة من نوحة عن حرب اكتوبر 73 واكت تاني فريدة من نوحة يعني لا تكررت قبل 73 ولا تكررت بعد 73 رقم واحد اول معركة وحرب في التاريخ العسكري الحديث تبدأ الساعة اثنين الضهر كل المعارك في التاريخ الحديث بتبدأ مع اول ضوء او اخر ضوء والهجوم الساعة اثنين الضهر ليه سببين السبب الاول هو عنصر المفاجأة لان العدو ما يتوقعش ابدا انك هتاهجين في وقت زي ده المعتد دائما ان الهجوم يكون مع اول ضوء او اخر ضوء السبب التاني وده سبب عبقري وهو مراعاة المد والجزر في قناة السويس لان قناة السويس فيها حالات مد وجزر كتير بالاضافة للطيارات المتدخلة لان في حالة الهجوم والطيار في قناة السويس شديد ممكن الطيار يحرف المقاتلين عن مصارهم فالمقاتل بدل ما يهاجم الدوشمال هو تدرب عليها يلاقي نفسه في مكان تاني خالص وده ممكن يؤدي الى فشل العبور بالكامل تم اختيار الساعة اثنين ان ده الوقت اللي بتكون الطيارات فيه هادية في قناة السويس وبالتالي تسمح ان العبور يتم بطريقة سليمة والعملية يتم بنجاح عمليات الانزار البحر على مداري التاريخ بيكون فيها فوضى كتيرة يعني على سبيل المثال انزال نورماندي في يونيو 1944 في الحرب العالمية التانية كان عبارة عن فوضى في حين ان عملية العبور يوم 6 اكتوبر 1973 كانت ماشية بدقة الساعة وده بتأكيد الخباراء والمؤرخين العسكريين على مستوى العالم يعني الكلام ده مش من عندنا رقم اثنين صائد الدبابات لأول مرة في التاريخ يتم تشكيل كتائب من المشاع علشان يواجهوا فرق الدبابات السلاح الرئيسي الكتائب صائد الدبابات المصرية كان صاريخ الساجر والاربيجي وفي سابقة فريدة من نحة فصائد الدبابات المصريين بيكبدوا اسرائيل خسائر فادحة في الدبابات وبيقدروا ان هما يعطلوا هجوم الدبابات الاسرائيلية على قناة السويس لحين عبور الدبابات المصرية الدبابات الإسرائيلية لو كانت وصلت قناة السويس كانت أحبطت العبور بالكامل رقم 3 معركة المنصورة الجوية اللي هي أطول معركة جوية في التاريخ استمرت لمدة 57 دقيقة في المعركة دي 60 مقاتلة مصرية من تراز ميج 21 صمدت مدة ساعة كاملة أمام الطيران الإسرائيلي واللي كان مكون من 160 طيارة فانتوم وسكايهوك التقارير المصرية بتقول إن إسرائيل خسرت 18 طيارة في المعركة لكن إسرائيل بتدعنها خسرت من 3 إلى 6 طيارات رقم 4 وهو حائط صواريخ الدفاع الجوي ودي أول مرة في التاريخ يتم ربط صواريخ الدفاع الجوي في هيئة شبكة منتظمة على هيئة حائط صواريخ بيحمي مصر بالكامل وده كان الحل العامل الوحيد لصد الطيران الإسرائيلي وزي ما قلت فمهمة صد الطيران الإسرائيلي كانت موكلة بشكل أساسي إلى سلاح الدفاع الجوي بس دي هنتكلم عنها أكتر لما ندخل في الحرب الجوية في حرب فيتنام ونكسة 67 ونصر أكتوبر 73 وأخيرا وليس آخلا وفي مرتبة الشرف بنحط استخدام مضخات المية لفتح ثغرات في خط برليف فكرة بسيطة وعملية لحل مشكلة عويسة وهي الساتر الترابي لولا استخدام مضخات المية لفتح ثغرات في الساتر الترابي ما كانتش قدرت الدبابات المصرية هنا يتقعوا بالقناة السويس وبكده أكون وصلت لنهاية الحلقة وكان لازم نتكلم عن الأربع خرافات والأربع حقايق الفريدة من نوحة عن حرب أكتوبر 73 ذكر أكتوبر سعيدة وأشوفكو في حلقة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته